موسيقى مجهدين مرحبا بكم من جديد الملاعب والصلاة أغلقت المنافسات علقت والفرق تدخل الحزر الصحي اتباعا في كل بيقع العالم حتى المنافسات المقررة في الأشهر القادمة فإن مصيرها الإلغاء أو التأجيل القائمون على مختلف الأنشطة الرياضية استجابوا بطريقة أو بأخرى لتهديدات فيروس كورونا لكن بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبيا توكيو لا حياة لمن تنادي إصرار غريب على إجراء الألعاب في موعدها المحدد وثقة كبيرة في قدرة اليابان على ضمان سلامة كل المشاركين هذا في وقت توقع فيه أن تكون الألعاب أول منافسة تأجيلها بخطم الموقع الجغرافي لليابان وطبيعة الألعاب التي تعرف مشاركة عشرات الآلاف من الرياضيين والمنظمين والمتفرجين من كل دول العالم لحديث عن هذا الموضوع وعن إصرار على إجراء الأولمبيا توكيو في موعد المحدد معي الآن من دبي الناقد الإعلامي الرياضي سامي إمام كابتن سامي مرحبا بك الليلة تشبه البارحة دائما الحديث معك عن الأولمبياد أولمبيا توكيو وهذا الإصرار إصرار اللجنة المنظمة وكذلك اللجنة الأولمبيا الدولية على إجراء الأولمبياد في موعد المحدد أولا هل أنت تعتقد أن الأولمبياد سيقام أواخر يوليو أم أنه سيتم توصل إلى اتفاق أو إلى قرار لتأجيل هذه الدورة مساء الخير أعتقد أن اليوم يمكن الجديد أن اللجنة الأولمبية الدولية انضمت إلى اللجنة الأولمبية اليابانية بعد تصريح جوني كواتس ناب رئيس الأولمبياد الدولية بأن الأولمبياد سيقام في موعد المحدد وهذا تصريح غريب لأننا نتحدث عن فترة زمنية تفصلنا هي أربع شهور وأسبوع تقريبا وهذه فترة من الصعب الآن حتى الرئيس الأمريكي بعدما كان يقول أنه من المرجح في أبريل يتم السيطرة على المرض أو الفيروس الآن بدأ يتحدث عن شهر أغسطس فالقضية أن الفيروس ينتشر بسرعة أكبر والاحتمالات يجب أن تكون مفتوحة التأكيد المطلق لحد الآن بأنه سيقام في موعده أعتقد أنه فيه عدم دقة وعدم واقعية المسألة برمتها أنه لا يريد أي طرف في رأيه أن يعلن هو أن يكون هو صاحب قرار التأجيل أو التأجيل سواء كان لبضعة أشهر أو لعام كامل لأنه قد تكون هناك ترتيبات مالية تدفع للرعاة تدفع إلى الجهات المساهمة في التنظيم الشركات الناقلة هذه أمور لا يريد أي طرف أن يتحمل مسؤوليتها لذلك الجميع يقول من طرفي أنا جاهز اللجنة الأولمبية والحكومة اليابانية تقول أنا جاهزة اللجنة الأولمبية الدولية تقول نحن نثق أن كل شيء سيكون جاهز ربما القرار سيتخذ بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية إذا استمر الفيروس بالهجوم والزيادة وسرعة الانتشار ربما تكون هناك رأي آخر أنا تحدثت سابقا في هذا الموضوع وقلت في حال التنظيم سيكون ربما أسوأ دورة ألعاب أولمبية على الإطلاق من ناحية المستوى الفني لأنه الآن أربع شهور وأسبوع الرياضيين جالسين لا يتدربون حتى من يتدرب في بيته على جهاز التريدميل أو البايسيكل الثابت هذا غير كافي تعرف التدريبات يجب أن تكون خوض منافسات تصاعدية من يذهب إلى توكيو في 24 سبعة يكون في طابور الافتتاح يجب أن يكون في قمة جاهزيته الفنية التي تلخص أربع سنوات من الإعداد الآن جميع الرياضيين لـ 11 ألف المقرر مشاركتهم من الرجال والسيدات 11 ألف رياضي جميعهم لا يتدرب وهناك عدم يقين فبالتالي ما هو شكل المستوى الفني الذي يمكن أن يقدمه وهؤلاء ستكون منافسات ضعيفة فنيا إذا تم الإصرار على إقامتها نعم إذا تم الإصرار كما أشرت كابتن سامي وكل طرف يظهر أو يؤكد جاهزيته للبطولة ماذا لو هددت الاتحادات الأولمبية الوطنية المحلية بمقاطعة هذه الألعاب ألن يكون ذلك ضغطا ممارسا على اللجنة المنظمة وعلى اللجنة الأولمبية الدولية لاتخذ قرار سريع بتأجيل هذه الدورة نحن نعلم أن رؤساء الاتحادات الدولية هم أعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية رؤساء الاتحادات هم في المكتب التنفيذي أو صناع القرار في اللجنة الأولمبية الدولية وبالتالي الآن على سيد توماس باخ خلية الأزمة أو خلية اتخاذ القرار في اللجنة الأولمبية وهم الرؤساء الاتحادات الدولية للعب الرياضي سواء اليد أو الطار أو السلة أو القدم جميع هذه الرياضات عليهم أن يجدون حل يحفظ ماء الوجه ويحفظ سلامة الرياضين أولا وآخرا وأيضا تدفق الجماهير لأن اليابان لم تنفق 13 مليار لحد الآن لكي تنظم دورة على سبيل المثال بدون جماهير أو دورة مستوى الرياضي ضعيف هناك تبعات مالية خسائر كبيرة جدا تتحمل شركات الطيران الفنادق الجهات الراعية شركات المأكولات الهدايا المرشنداز كما يقال كلها مرتبطة بالأولمبياد هذا من الأسلم للجميع أن يتم الاتفاق على قرار موحد اللجنة الأولمبية الدولية كما هو الحال لدى اتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الأخرى لديها فائض مالي هناك دائما احتياط مالي كبير لا ضير أن يتم الاعتماد على هذا الاحتياط لتعويض بعض الخسائر هنا أو هناك لأن المال هو ليس مال توماس باخ وليس مال أي أحد هو مال المؤسسة الرياضية العالمية صحيح وبالتالي أن يصرف جزء من الاحتياط المالي لتعويض نفقات وتأجيل أو ربما اتخاذ قرار لحفاظ على السلامة اللاعبين سيكون مرحبا به ولا يكون محل انتقاد أكيد صحيح كبير سامي لكن هناك من يقول بأن الشركات الرعاية أو الشركات الراعية للأولمبياد أتكلم هنا عن الرعاة الرئيسيين بأنهم لا يبحثون عن تعويض لكن يبحثون عن أرباح هناك ضغوط يضغطون على اللجنة الأولمبياد الدولية وعلى اللجنة المنظمة لإقامة هذا الأولمبياد لأن الأرباح ستفوق بعشرات الملايين التعويض الذي يمكن نحصل عليه من اللجنة الأولمبياد الدولية دون أدنى شك وهذه شركات أنفقت لأنه الأكيد يعني العمليات اللوجستية بدأت بالفعل هناك الجيوش العمال بدأت بالفعل أكيد ستكون هناك خسارة لكن نحن نتحدث عن تأجيل الحل الأفضل التأجيل وليس إلغاء الإلغاء نعم هناك تبعات التأجيل ستكون الأرباح مؤجلة يعني الأرباح لن تذهب سدى ستكون موجودة شيء آخر الآن في حال تم التنظيم وهناك خوف أو قلق من السفر يعني تعرف حضرتك وكنت أنت في دورات أولمبية حاضر هناك كمية الضيوف الذين يحضرون كمية الإعلاميين آلاف الإعلاميين التي تذهب أهل البلد نفسهم الحضور الجماهيري هذا كله سيضرب في مقتل وبالتالي شركات التجهيزات الغذائية أو المشروبات أو الهدايا أو شركات الطيران أو الكريديت كارد الرائية للليجنة الأولمبية التي تبعد عن أرباح من مصلحتها ربما أن يتم التأجيل على الأقل حتى تضمن حضور كبير تضمن رياضيين حاضرين بأفضل حالاتهم شهية مفتوحة من الجماهير الحاضرة إعلاميين حاضرين بقوة هذا كله حتى القوة الشرائية لليابانية ستكون في ذروتها وبالتالي الأرباح لن تضيع الأرباح ستعوض ولكن بدل من أن تدخل الحسابات الشركات بدلا من شهر سبعة تدخل في شهور لاحق أو في سنة أخرى شيء آخر لا ننسى قضية الألعاب الباراليمبية الألعاب الباراليمبية التي دائما تكون محسوبة من أجل أرباح سريعة أكيد أكيد كابتن سامي الآن لو تم التأجيل ما هي الفترة أو الشهر الأفضل لإجراء الدورة حال تم تأجيله علما بأن هناك استحقاقات وهناك طابور الآن من الدوريات التي لم تكتمل والمنافسات التي لم تقم والتصفيات فأي شهر أو أي فترة من الزمن هي الأفضل والأنسب صحيح دون أدنى شك نحن نعرف أن الشتاء الياباني قارص جدا وبالتالي تنظيم دورة أولمبية في الشتاء يكون صعب لأن درجة الحرارة تنخفض إلى مستويات متدنية جدا ربما فترة الخريف ربما الفترة يعني بعد من أغسطس إلى أكتوبر تكون فترة مثالية هذه الفترة إذا انحسر وهذا ما نأمل طبعا انحسر تراجع الفيروس هذه الفترة تكون في رأيي فترة جيدة من شهر أغسطس سبتمبر أكتوبر ليس قبل ربما وليس بعد لأنه بعدها في لما نقترب من ديسمبر تكون الأجواء باردة جدا وهذا يؤثر على مشاركة رياضي خصوصا مثل ما قلت لك أصحاب الهمم وحركة أيضا المسافرين هذا القرار الشيء الآخر على الاتحادات الدولية وكما أسلفنا لديهم احتياطات مالية كبرى بالمليارات لديهم أيضا هم أصحاب التحكم بحقوق البث وبيع الحقوق إلى الجهات العالمية هذه الاتحادات الدولية أو القارية عليها أن تتحمل تبعات الطرف المتضرر الأكبر سيكون هو الرياضي والنادي فيما يتعلق في دوريات على سبيل المثال دوريات كرة القدمة ودوريات كرة السلة هؤلاء العندية يجب أن يمنحون الأفولوية أو الأفضلية في حال استيناف النشاط لأنه مثل الدوري الإنجليزي إذا تم إيقافه شهر أربعة ربما حتى شهر خمسة يجب بطولة أمم أوروبا أن تؤجل ربما للعام المقبل من أجل أن تكتمل الدوريات الأخرى في إسبانيا وإيطاليا وإنجليزترا تكتمل ربما في شهر سبعة شهر ستة سبعة ثمانية حتى الأندية لا تفلس وينتهي الموسم بخير صحيح الكابتن سامي إمام الإعلامي والناقد الرياضي شكرا جزيلا لك كنت معنا من دبي